الفرق بين النقاش والفرق ما بين زي في ناس بتطلق عليه برضو عقوق الوالدين في لبسة في الموضوع ده إمتى يبقى منقشة بين الأب أو البنت وأولياء الأمور وإمتى طرقة لعقوق الوالدين أحسنت ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ولكن حتة كده هو الأصل مش في التربية الحديثة أن كل حاجة تكون قدام الأولاد الأصل أن كل شيء كويس يكون قدام الأولاد إنما لو فيه خلاف أو فيه أي شيء بنخبيه عن الأولاد ده المفروض وسيل الأسف هم بيطلقوا علي ده أما للأسف إحنا بنستخدم المصطلحات خاطئة لا عمري ما الأولاد يشوفوني أنا والدتهم زعلنين حتى لو زعلنين بيننا وبين بعض إنما قدامهم عشان الأولاد يحسوا وعارفين كل حاجة وعارفين أنا مش عاوز السلام النفس بتاعهم ينكسر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقعد كده عنده طفل صغير بيكل في البيت وستنا مسلمة كده كان ابنها ابن زوجة سيدنا النبي كانت إله بتطيش في الصفحة فسيدنا النبي يقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا سيدنا النبي بعلمه صلى الله عليه وسلم طيب أنا دلوقتي إزاي الكلام ما يكونش مجادلة للأسف بعض الناس في طرق التربية دلوقتي أنا تربيت من 30 سنة تربيت في القرية وتربيت على حفظ القرآن وتربيت طيب الوسائل والبيئة اللي حوالي كانت مهيئة لده والنفسية بتاعتي كانت عندها استعداد لتلقي ده إنما ابني دلوقتي أو بنتي دلوقتي ما عندوش استعداد إنه في السن بتاعي اللي أنا كنت فيه حفظ قد كذا يحفظ زي القابلية بتاعته صغيرة ليه عشان هو في زمن تطور الزمن والسوشال ميديا وما إلى ذلك للأسف بعض الأباء عندهم خلط عاوز يربي ابنه بالتربية اللي هو اتربى به وشايف إن أنا دخلت مدرس عادية لا أنا أصرف عليك ليه في مدرس لا أو عندك التعليم وإن أنت تستثمر فيه وده الصح مش غلط طيب هو شايف كده لا ابنك مش هيتربى بالتربية اللي حضرتك تربيت بيها فلازم يكون حالة تأقلم يعني هم خلقنا لزمان غير زماننا زي ما بيقولوا يعني هم خلقوا لزمان غير الزمن اللي احنا عاشنا فيه بشكل كبير شكرا جزيلا الشيخ السيد عرف عدو مركز الأزهر العالمي للفتوة الإلكترونية بما الشيخة الأزهر الشريف على كل هذه المعلومات وعلى هذا الحضور وبندعو الله طبعا يعني اللهم يحفظ بيوتنا وأهلنا ويزرع فيها الراحة والسكينة والسلام وطمأنينة في كل بيوتنا أمين يا رب ترجمة نانسي قنقر